بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. انا نور ودي قناتي. واتمنى ان عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان نوصل لكم كل جديد من وصفاتي. وصفة النهاردة هتكون طريقة عمل كريم الارز والقهوة. من افضل انواع الكريمات الطبيعية اللي بتفتح البشرة جدا بشكل ملحوظ وفقات سريع. كمان بترطب البشرة جدا وبتخلي بشرتك نعمة زي بشرة الاطفال. وبتكون علاج فعال للهالات السودة والبقاع الدكنة والتصبغات الجلدية. وبتكون مضاد للشيخوخة لانها بتجدد الخلايا فهتحفز على الشباب الدايم لبشرتك. ومن اهم المميزات الكريم ده كمان ان هو بيكون علاج فعال لعلامات التمدد. نبتد بانشو في التاياه والمكونات. هحتاج للرز. اي نوع رز يكون متوفر عندك بس يفضل ان هو يكون الرز الابيض لانه بيكون غني جدا بالنشا. الرز بيكون فواية بلا حاصرة للبشرة. لانه بيفتح البشرة جدا وكمان بيعزز انتاج الكولاجين. فيحفز على الشباب الدايم لبشرتك. وبيقام زهور التجعيد والخطوط الرفيعة فيكون مضادة للشيخوخة. وبيخلصك من البوع البنية الدكنة والتصبغات الجلدية. وبيعالج حب الشباب وبيخلي بشرتك دائما تكون مشرقة ومضهجة. اعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمعلقتين من الرز. وهجب بقى اي حاجة ممكن ارفعها على النار. وابتدي بقى اضيفها معلقتين من الرز. دي المعلقة الاولى. ودي المعلقة التامة. هبتدي بقى دلوقتي اغسل معلقتين الرز دول عشان هتأكد من نظفته. انا غسلت بقى كده معلقتين الرز بصفتهم. وبعد كده هضيف على معلقتين الرز كوباية من المياه العادية. هضيف بقى دلوقتي كوباية من المياه كده على معلقتين الرز. بسم الله. بعد كده بقى هرفع الرز والمية دي على نار تكون هادية ما تكونش عالية مع استمرار التقليب لغاية ما تتشرب كل كمية المياه اللي موجودة فيها دي. مش هسيبها تتشرب المياه خالص يعني هسيبها شوية صغارين من المياه عشان يبقى سهل الغلط بعد كده. هرفعها بعد الوقتي على النار. انا رفعت بقى كده الرز والمياه على النار وبتديت كده تغلي انا ههديلها بقى النار خالص واسيبها لغاية ما تتشرب كل كمية الماء اللي موجودة فيها. الرز بقى كده خلاص تقريبا تشرب كل كمية السائل اللي موجودة فيه وزي ما قلت هسيب فيه كمية صغيرة كده علشان تسحل خلطه. بكده خلاص بيكون جاية هارفعه بقى من على النار. ده بيكون بقى شكل الرز. شايفين بقى شكله? هجيب بقى كده الخلط وارتدي بقى اضيف في الرز كده على طوله هو سخت. اخلط بقى دلوقتي الرز اللي مودة كافية لغاية ما يبقى ناعم جدا. انا خلط بقى الرز لغاية ما بقى ناعم جدا بالشكل ده شايفين بقى شكله? بقى زي الكريم كده. باستخدام بقى مصفة سلك تكون ديقة جدا هبتدي بقى اصف الرز عشان عايزي يبقى خليط ناعم وما يكونش فيه اي بواقع خشنة من الرز. هستدي بقى كده اصفيه. وباستخدام بقى المعلقة هفتل اضغط عليه كده. لغاية ما اصفي كل كمية الرز. هصفي بقى كل الكمية بنفس الطريق. ده بيكون بقى شكل الرز بعد ما صفيته بقى كويس جدا شايفين الخليط بقى ناعم زي? انا هحتاج لمعلقة من نشط درة. والنشط درة ده بيفتح البشرة جدا وكمان بيعمل على شد البشرة وهو القلم سام. هبتدي بقى دلوقتي باضافة اول مكون على الرز المطحون اللي انا صفيته هو مقدار معلقة صور كده من نشط درة. وده بيكون المكون الاول. هحتاج لمعلقة من الحليب المجفف او حليب النيتو. والحليب المجفف ده بيفتح البشرة جدا وكمان من ارواح الحاجات اللي بتخلصك من البقى البنية الدكنة والتصبغات الجلدية بشكل فعال جدا. وكمان اي وصفة بيجتمع فيها النشط مع الحليب المجفف بتكون نتيجة هايلة في التفتيح. هادل في بقى دلوقتي المكون التاني على الرز المطحون وهم اقدر معلقة صور كده من الحليب المجفف او حليب النيتو. هحتاج لبودرة القهوة سريعة الزوبان او بودرة النسكافيه. والقهوة دي بتكون مفيدة جدا للبشرة لانها بتجدد الخلايا وبتنشط الدورة الدموية. وبتزيل خلايا الجلد الميت فبتعتبر مقشر ومبايد في نفس الوقت. وبتكون فعالة جدا في التخلص من الهالات السودة وعلامات التمدد او الخطوط البيضة. وبتقضي على البوع الدكنة والتصبغات الجلدية. وبتمنح البشرة نعومة وملمس نعم زي بشرة الاطفال. بعمل الوصفة انا هحتاج لمقدار معلقة من بودرة القهوة. انا اخدت بقى كده معلقة مليانة من بودرة القهوة. هاضفها دلوقتي على بقى المكونات مقدار معلقة كده من بودرة القهوة. انا هحتاج لزيت القهوة. وزيت القهوة ده انا عملته قبل كده في القناة بتقريبا نكحة جدا هاسب لكم لينك الوصف بتاعته في صندوق الوصف. زيت القهوة من اروع الزيوت المفيدة جدا للبشرة وكمان للشعر. مكون بقى الاخير اللي ضفته كده على الوصفة ما هو مقدار معلقة الصغر كده من زيت القهوة. ولو مش متوفر عندك تقدر تستبدليه باي زيت يكون متوفر عندك او بترتاح مع بشرتك. بس زيت القهوة من الزيوت المفيدة والمغزية جدا للبشرة. كمان بيفتح البشرة جدا. بعد بقى مضيفت كده خلاص كل المكونات مع بعض. هخلطهم بقى كويس جدا لغاية ما كل المكونات دي تندمج تماما. لازم اخلطها لمدة كافية لغاية ما كل المكونات تندمج مع بعض. هنلفها بقى كويس. خلط بقى كل المكونات كويس جدا لغاية ما اندمجت مع بعض وده بيكون بقى شكلها. شايفين قومها كريمي ونعم جدا. لازم تخلطها لمدة كافية لغاية ما كل المكونات تندمج بالشكل ده. ويفضل كمان خلطها بالمضرب اليدول. وبكده خلاص الكريم بيكون جاهز. ما تكتو غير. اجيب بقى علبة نظيفة انا وصلتها كويس جدا ونشفتها وهضيف بقى فيها الكريم. وده بيكون بقى الشكل ناية للكريم بعد ما ضفته في العلبة. بقى في البقى علي العلبة واحتفظ بفي التلاجة هيكون صالح للاستخدام في التلاجة من اسبوع لغاية عشر ايام. فيفضل ان انا اعمل كمية صغيرة واجددها بانتظام ده بيكون افضل. عشان حافظها لصلاحيته وفعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. الكريم ده لازم يستخدم على بشرة تكون نظيفة يعني لازم تغسل بشرتك في الاول كواس جدا وتجفي فيها. وبعدها تستخدمي بقى عليها الكريم. ويفضل كمان استخدفه بعد استخدامك للغسول. لان كل ما كانت البشرة نظيفة كل ما هتكون مهيئة انها تستفيد كواس جدا بكل مكونات الكريم. بعد بقى ما تغسل البشرة تاخد من كريم القرز واللهوة. وتفرديه على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الايدين. وكمان تقدر تستخدميه في منطقة حول العين لانه بيكون مفيد جدا للمنطقة دي. وكمان تقدر تستخدميه لأي منطقة في الجسم خاصة الاماكن الدكنة. زي منطقة الاكواع او الركب او حتى منطقة بين الفخزين والمنطقة الحساسة لانه بيكون مفيد جدا. او حتى تقدر تعملي منه كمية كبيرة وتستخدميه لكامل الجسم. نتائجه بتكون مزهلة. بعد بقى ما هتفرد الكريم على البشرة هتده اللي كيبقى ترافق اصابع ايديكي لمدة دقيقتين او تلات دقايق وبعد كده هتسيبيه بقى على البشرة لمدة نص ساعة. ولو استخدمتيه على كامل الجسم هتسيبيه لمدة ساعة كامل عشان تاخدي منه افضل نتيجة. بعد كده هتغسليه في الاول بالماء الضفية وبعدها بالماء البردة. وبعد كده هترطبي بشرتك بقي كريم مرتب او ممكن ترشيها بماء الورد. هتستخدمي بقى كريم القرز والقهوة بنفس الطريعة دي على البشرة من اثنين لتلات مرات في الاسبوع هتكون كافية جدا. ولو حابة بقى تاخدي نتيجة سريعة وفي وقتها اسرع. ممكن تستخدميه بشكل يومي ده بيكون عادي جدا. بالعكس نتائجه هتكون افضل كمان لان كل مكوناته طبيعية وهتكون امنة جدا في الاستخدام. فهتقدر بقى تستخدميه كل يوم. الكريم ده من الاستخدام الاول بازن الله هتلاحظ الفرق في لون بشرتك. هتلاحظي تفتيح مزل ومضعف. كمان هتلاحظي الترتيب وهينعم بشرتك جدا ويخلي ملمسها نعم زي بشرة الاطفال. الكريم ده بكل المكونات المستخدمة في عمله بيكون من افضل واروع الكريمات اللي بتفتح البشرة جدا وتبيضها وتوحد لونها في وقت سريع جدا. الكريم ده بيحتوي على الارز والقهوة. فيكون مفيد جدا للبشرة لانه بيجدد الخلايا وبينشط الدورة الدموية. وبيخلصك من خلايا الجلد الميت فيعتبر مقشر طبيعي ومبيض في نفس الوقت. كمان بيكون فعال جدا في التخلص من الهالات السودة وعلامات التمدد او الخطوط البيضة يعني تقدر تستخدمي كمان لأي منطقة في الجسم يخلصك من علامات التمدد. وبيخلصك من البوع الدكنة والتصبغات الجلدية. وبيخلي بشرتك نعمة جدا. فان احنا استخدمنا في عمله زيت القهوة. وزيت القهوة ده من الزيوتر مفيدة جدا للبشرة. لانه بيساعد على بناء الكولاجين في البشرة وبيحتوى على الكافيين ومضادات الاكسادة اللي بتحمي البشرة من التجعيد والخطوط الرفيعة. وبيكون فعال جدا في طبيض وترتيب البشرة. وبيساعد على علاج الهالات السودة وشد الجلد. وبيقلل من علامات التمدد وبيقلل من انتفاخات تحت العين. كريم القرز والقهوة هيكون من افضل واروع الكريمات الطبيعي اللي هتفتح بشرتك جدا مترطبة. وهيكون مضاد للشيخوخة وعلاج للبقع الدكنة والهالات السودة. وكمان علامات التمدد او الخطوط البيضة. يعني بيكون وصفة متكاملة. وهيغنيك عن شارع منتجات غلية جدا للعينة ببشرتك. واتمنى طبعا ان تكونوا وصفات النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصف هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.